في إطار هجمتها الاستطانية الاحتلالية المستمرة على قرية حوسان جرفت قوات الاحتلال أراضي تابعة للقرية في منطقة وادي الغويط ودمرت الأشجار والسلاسل الحجرية وجعلت الأرض خرابا بعد سنوات من زراعتها يأتي ذلك عقب ليلة شهدتها القرية باستجواب واعتقال المواطنين فيها بعد التنكير بهم لساعات بالأمس اقتحموا البلد أكثر من 200 جندي واعتقلوا 20 شاب واحتجزوهم طولة الليل وفي الصباح أفرجوا عنهم كل ما يجره من أجل مصلحة المستوطنين وتوسيع مساحة المستوطنات على حساب أراضي نحليين وحسان والمنطقة فهذا نحن في مرحلة يعني الإسرائيل يستغلوا في ظروف الحرب الممنوع أي مواطن يصل أراضي ويقوموا بالتجريف بتخليع الأشجار باعتداءات فهذا إشي يومي اعتدنا عليه بشكل يومي في هذه المنطقة إجراءات عقابية وتهديدات للمواطنين تأتي في سياق بناء جدار حديدي ومنع المزارعين من الدخول لأراضيهم وتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي القرية في هجمة مخطط لها لتسريع إجراءات الاستهداف من يوم إجس موتريتش يعني لما شرط في الائتلاف إنه يستلم وزارة المالية ويكون له صلاحيات في الإدارة المدنية هو أخذ الإدارة المدنية وجاب المستشارين اللي كانوا معه في رقذيم اللي كان هو هاي المؤسسة اللي هو كان بترأسهم فمستشارينه هم الذين الآن شغالين في المواطنين والهدم هذا كله بنعكس من هؤلاء من هذه الدائرة لأنه يمكن ما تستغرب إذا أسمعت أنه مجمد كل اللجان فعلى طول بيجي الإختار ما بيمرش من خلال هذا التسلسل الإداري من خلال اللجان على طول بيطل على المستشارين وعلى الهدم أو شوف كيف بدك تهد وفيما تتعرض قرية حوسان إلى السهداف يومي من الاحتلال يحرض المسوطرون على المواطنين في القرية بتشديد الإجراءات العقابية عليهم إلى جانب انتشار الاحتلال فيها على مدار الساعة لتنغيص حياة المواطنين هاني فانون تلفزيون فلسطين بيت لحم